احرص على ما ينفعك وكأن بقيت الحديث بتقولك احرص على ما ينفعك فإذا كنت حريصا على ما ينفعك فالله معك الله يبقى أنت إذا كنت حريصا على ما ينفعك فإلا حاصل فالله معك ليه الله معايا؟ ليه الله معايا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الخير ولذلك ده يخلي الإنسان يحس بإني الله معاه كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك آه يبقى أنا لما أمشي كده إلا يحصل أحس بماذا أحس بمدد الله يبقى أحرص على ما ينفعك ولا تحمل همّا فالله معه آه أليس الله بكافر عبدا يبقى الله سيظهر كفاية الله للإنسان إذا كان في العبودية يعني إذا كان يقوم بدوره يقوم بما أقامه الله فيه يبقى أول حاجة في الله يحرص على ما ينفعه أول حاجة يحس بمدد الله تاني حاجة تفتح له الأبواب لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يفتح الله للناس يبقى ربنا يعمل إيه؟ هيفتح للناس ما يفتح الله للناس من إيه؟ من رحمة فلا ممسك لها إيه ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى إلا يحصل وأنا ماشي كده لما يكون حريص ربنا يفتح عليه وما يمسك فلا مرسل الله من بعده وهو العزيز والحكيم يبقى ربنا يفتح عليه يبقى تاني حاجة ربنا يفتح له الخزائن يبقى الحريص ده أول حاجة إيه اللي حاصل؟ يسير والله معاه فهو ممدود تاني حاجة تفتح له الأبواب فهو محتاج بقى أنه ويدخل بقى يبقى تفتح له أبواب الخزائن ويمين الله ملأ سحق الليلة والنهار يمين الله إيه؟ ملأ فخزائنا الله ملأ سحق الليلة والنهار ثالث حاجة بقى تكون للشخص الحريص هو إيه؟ أن يخرج من دائرة الغافلين يخرج من دائرة إيه؟ الغافلين اللي كان بيتستعيز منهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل اللي هو الكسله هو في اللي حاصل؟ فيخرج من دائرة إيه؟ الغافلين الذين لا يشعرون بأنهم رب العالمين ولذلك استعن بالله تجد وتجاهك يبقى اللي حاصل يبقى هو تاني تالت حاجة أنه إيه يخرج من دائرة الغافلين فيخرج من دائرة الظلمة إلى دائرة النور فالحريص يشعر بأن عنده مدد من الله تاني حاجة الخزائن خزائن الله مفتوحة تالت حاجة يحس بأنه إيه بأنه في النور مش في الظلمة أو إن كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فيه نور فهو ماشي في النور تالت رابع حاجة بتكون عند الشخص اللي هو بيحرس على ما ينفعه إيه اللي حاصل يجد بركة في حياتي الحريص على ما ينفعه ده تجد إيه وسع في الحياة من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة تحس الدنيا إيه وسعت مش دياء فالذي يحرس على ما ينفعه إيه اللي حاصل يحس بوسع الحياة ليه بيحس بوسع الحياة لأنه داخل في إيه من حسن إسلام المرأة شوف الحسن تركه ما لا يعنيه فاللي بيحرس على ما ينفعه ده تارك لي ما لا يعنيه فهو مركز في ما يعنيه فالدنيا وسعى فعنده بقى فضل من الله سبحانه وتعالى ويحس بالبركة اللي بيحرس على ما ينفعه كمان يذوق حلاوة النعمة اللي بيحرس على ما ينفعه يذوق حلاوة النعمة وسعات ربنا سبحانه وتعالى يعلقوا بالنعمة يبأ أحرس على ما ينفعه يبأ فيه خمس حاجات مدد مدد من الله سبحانه وتعالى لما تحرس على ما ينفعك تاني حاجة لما تحرص على ما نفعك إلا حاصل تحس بإني ماذا بأن الله سبحانه وتعالى بعد ما أمدك إلا حاصل هو معاك سبحانه وتعالى وبعد ما أمدك وهو معاك تحس كمان بإن الله سبحانه وتعالى ماذا فتح لك خزائنه سبحانه وتعالى ولما يفتح لك خزائنه تشعر أن أنت مع مدد الله ومع أنه هو معك وأنه فتح لك خزائنه تحس بالوسع لأن الحياة بقت وسع وبعد كده تحس بذوق حلاوة النعمة خمس حاجات تحصل للشخص اللي هو بيحرص على ما ينفعه هي دي القاعدة طب الإنسان لو ما حرص على ما ينفعه إيه اللي حاصل نعمتان مغبون فيه ما كثير من الناس الصحة والفراغ حياته الضيع وذلك الإنسان أول ما يسأل عنه العبد عن أمره فيما أفناه يسأل العبد عن ما أفناه فلو ما كانش بيحرص على ما ينفعه يفني حياته يبقى حياته إيه؟ هلكت